بس يعني سيبك أنت الاستعداد يعني كان نفسي أو كان بدني أو كان خططي ومهاري شيء وأنك تلعب بطولة اسمها بطولة العالم برضو شيء تالي يعني بطولة قيلة وفي رهبة وإحنا مش متعودين كمان يعني لما بتبقى بتشارك باستمرار في البطولات إلى حد ما بتاخد على أجواءها وتتعود عليها وتحس أنك عندك طموح فإنك أنت توصل مش هقول تفوز بيها بس هقول توصل لأدوار متقدمة لكن لما بتبقى بتشارك كل فين وفين بتبقى غالبا رايح عشان التمثيل مشرف يعني أو عشان رايح تعمل أحسن حاجة ما عندك لكن ما عندكش طموح كبير قوي أنك أنت تتأهل وتكمل دور 8 ودور 4 وقبل نهاية وهكذا أنتوا كنت رايحين وأنتوا عارفين أنكم ممكن تحققوا حاجة ولا ده جمع مع البطولة بشكل تدريجي لا ما بدأت بيه مع حضرتك أنه حتى في استعدادتنا الفنية والبدنية والمعسكرات اللي احنا اشتغلنا عليها ده كان هدفنا أننا لا عايزين نحقق حاجة الحمد لله إحنا كنا شايفين أننا جيل محترم وجيل كويس فمش صعب أن أنت تقدر تحقق ميداليا أو أن أنت تبقى مع الكبار يعني فكان بالنسبة لنا زي ما قلت لك المشاركة في كاس العالم كانت بالنسبة لنا خلاص إحنا عملنا الصعب إحنا كان الصعب بتاعنا في الفترة الأرانية بتروط أفريقيا اللي هي بتأهلك لكاس العالم فيمكن دي كانت الفترة الأصعب أن أنت برضو بتلعب تحت ضغط أن أنت عايز تخش في النهائيات وأن أنت توصل لكاس العالم فالحمد لله بعد ما حققنا ودخلنا النهائيات بدأنا بقى نركز تركيز تاني بدأنا أن إحنا حتى مشاركتنا مع المشاركات الودية ومع منتخبات كبيرة فكان بالنسبة لك كل بروفات اللي حصلت قبل كده كانت تستعداد للبطولة فأنت لما دخلت للبطولة ما كانتش الأجواء صعب عليك في الفترة دي فيمكن دي برضو من الحاجات اللي إحنا تبتنشأ وركز علي في الفترة دي ويمكن فديتنا بشكل كبير أن أنت لما دخلت كانت طموح من البداية أن أنت عايز تحقق حاجة والحمد لله الدنيا مشت كويس واللعابة بصراحة كانت على قد المسئولية